الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد الرسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله الله أكبر الله أكبر الله لَا إِلَهِ لَا إِلَهِ لَا إِلَّهِ اللَّهِ لَا إِلَهِ نؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلن تجد له وذيا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أصره الله بذين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أيها الأحباب صلوا على رسول الله لا زلنا أيها الأحباب وإياكم مع هجرة الرسول وهذه الهجرة اللي احنا مطلوب منها باش ناخذ منها بعد الدروس والعبر وسبق لنا أيها الأحباب أن أخذنا منها دروسا الدرس الأول هو التخطيط أن يكون الإسان مخططا في حياته كما خطف رسول الله ما خرج الرسول إلا وخطط قبل أن يخرج والتخطيط التاني الذي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أنه ترك الإمام علي في فراشه ليقسم الأمانات ويفدي النبي صلى الله عليه وسلم والتخطيط التالي أيها الأحباب هو خروج الرسول مختفيا هو وأبو بكر الصديق في غار حراء يستطيع الرسول أن يخرج يعني نهارا جهارا معنى الناس كلهم يشوفوه لأن الله عليه حفيد لكنه أخذ بالأسباب إذا عزمت فتوكل على الله دار الأسباب وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مختفيا قادر باشي خرج بالنهار وشوفوه ثالثا أو رابعا تخطيط الرابع وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم غير موقعه ولم يغير موقفه هذا هو الأساس الرسول غير الموقع ولكنه ما غير الموقف الموقع يعني غير الموقع من مكة إلى المدينة كان في مكة وأصبح في المدينة ولكن هل الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب غير موقفه أبدا إنما بقي الرسول صلى الله عليه وسلم على موقفه ما هو الموقف الموقف هو لا إله إلا الله يعني الكلمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كما في مكة هي هذه الكلمة بذاتها التي بقي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة غير الموقع ولم يغير الموقف بقي على موقفه موحدا موحدا يقول لا إله إلا الله مع أن القبائل عرضت عليه كثيرا عرضت عليه أشياء كثيرة أنه يجب عليه أن يغير مش الموقع وإنما الموقف يقول لي يا محمد يعني غير الموقف ديالك هذه كلمة لا إله إلا الله تضرنا أنك سفهت الآلهة وشتمت عن الآباء فاجعل لنا عاما نعبد إلهك وعاما تعبد إلهنا هذه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه هذه المسائل قالوا لي أنت جيت بلا إله إلا الله وتعرف أن نحن يعني القريش نعبد الأصنام والأوتار وكل قبيلة لها صنم فالحل الأمثل والأقرب والأسهل باش نتفق معاك لأنه تعبد الإله ديالنعام ونعبد إلهك عاما شو الريد وإذا قبلت أن تعبد إلهنا عاما ونعبد إلهك عاما فأنت تبقى بين الظهراننا لا يمسك أحد بسوء يعني تصبح أنت واحدا منا ما كانش وحد يغلي يمسك أبدا لكن هل الرسول أيها الأحباب كان يمشي من تلقاء نفسه الرسول ما كان يمشي من تلقاء نفسه إنما كان الرسول يمشي بوحي من الله إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى لما عرضوا عليه هذه العروض أو هذا العرض تعبد إلهنا إلها ونعبد إلهك عاما أنزل الله القرآن الكريم يقول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الله يقول سنة محمد قل يا أيها الكافرون أي قل لهم الأمر الأمر موجه لرسول الله ولكن الرسول يبلغه لغير المسلمين الكافرين قل لهم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدي يعني التخسامح في كثير من الأشياء في الإسلام في الأمور الوسطية في التخسامح في التقارب في التعايش مطلوب ولكن في مسائل أيها الحباب يعني ما قبل الإسلام أبدا أن يتنازل الإنسان عن دينه تماما ليقول كلمة غير كلمة لا إله إلا الله أي ما فيش ما فيش أبدا تنازل قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا لا أعبدوا ما تعبدون أي لا أخرجوا عن كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين يعني في آخر المطف اعترف الإسلام والقرآن الكريم بذيانات أخرى ولو كانت مزورة ولكن قال الإسلام لكم دينكم واليدين لكم لكم عقيدتكم ولكم دينكم واليدين لا أتنازل عن ديني تماما هذه أيها أحباب سيدنا رسول الله غير الموقع يعني موقع مكة ولم يغير الموقف بقي على موقفه موحدا مؤمنا بالله ولو كفر الناس كلهم جميعا سيبقى الرسول يقول لا إله إلا الله قال له عمه أبو طالب يا رسول يا محمد يا محمد قريش أصلت أبو طالب لي التفاوض مع الرسول ليتنازل عن كلمة التوحيد وقال لي بأن قريش تقول لك يعني أنك سفحت الآلهة وشتمت الآباء والأصنام فيطلبون منك أن تتنازل شيئا ما عن كلمة التوحيد وكان أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم في الخارج يحميه من قريش من بطش قريش ماذا قال الرسول قال له يا عمي يا أبو طالب والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى أبلغه أو أهلك دونه هذا رسول الله يعني لو مستحيل أن يأتوا بالشمس ويضعها في يمين الرسول ومستحيل أن يأتوا بالقمر ويضعونه في يد الرسول هذا مستحيل إذا كانوا لا يأتون لا يستطيعون أن يأتوا بالشمس ليضعوها في يمين الرسول ومستحيل عليهم أن يضعوا القمر في يسار الرسول فكذلك مستحيل على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتنازل عن كلمة التوحي كلمة لا إله إلا الله ما يفكش الدين تماما حتى يبلغ هذا الدين حتى يبلغه للناس أو يهلك دونه هذا تغيير في ماذا تغيير في الموقع وليس تغيير في الموقف حتى لما ذهب الرسول إلى المدينة بقياء يدعو الناس إلى كلمة لا إله إلا الله يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوها تفلحوا يعني تنجحوا وتحوزوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتنجحوا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هاتش اللي كان عند الرسول كان عنده الخلاص هو الجنة من قال لا إله إلا الله دخل الجنة من قال لا إله إلا الله فأفلح ونجح وفاس ولذلك الرسول في مكة في دعوته في مكة أيها الأحباب كان يدعو إلى نقطتين أساسيتين جوجل حويش كي يدعي أن نصلنا في مكة 13 عام للجوجل حويش لا تالف لهما النقطة الأولى كان الرسول يدعو إلى أن الله واحد لا شريك له لا إله إلا لنأخذوها الشهادة أخذوه من القرآن الكريم عندما تسمعون القرآن المكي القرآن الذي نزل في مكة فكله يدعو إلى التوحيد إلى توحيد الله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارة وما هم بسكارة ولكن عذاب الله شديد يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم يا أيها الناس إن وعض الله حق معنى كل القرآن المكي يدعو إلى توحيد الله توحيد الله عز وجل والنقطة التالية أيها الحباب التي ذعى لها الرسول في مكة هي أن البعت حق أي أن الإنسان إذا مات سيبعته الله عز وجل من قبره لماذا؟ لأن العرب كانوا لا يؤمنون بالبعت وكانوا ينسبون هلاكهم وفناءهم إلى الدهر والزمان وكانوا يقولون كما حكى القرآن عنهم ذلك ما هي إلا حياتنا الدنيا نبوت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون كانوا يقول لهم الرسول أن الإنسان إذا مات يبعت ولذلك جاءوا إلى الرسول في مكة وقالوا من يحيي العظام وهي رميم جاءوا بعظام بالية لإنسان مات وصاروا يفتتونها أمام الرسول ويقولون يا محمد من يحيي العظام وهي رميم قديمة جاء جوابه من الله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة قل لهم قل لهم يا محمد يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أبيلهم الله عز وجل الآيات في الكون الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار فإذا أنتم منه توقضون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي مثلهم بلا وهو الخلاق العليم لماذا؟ لأن الله يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون من هو الأصعب؟ ألي الخلق الجديد أم الخلق الثاني؟ الخلق الأول أم الخلق الثاني؟ الخلق الأول أصعب وليس على الله شيء أصعب لأن أمره بين الكاف والنون كن فيكون هذا جزء نقط ما دعا الرسول لأن الخمر حرام وإلى المحرمات وإنما دعاهم إلى أن يقول لا إله إلا الله وأن الإنسان إذا مات يبعث أما آيات الأحكام حتى القرآن الكريم فيه آيات الأحكام تزيد على خمسمائة آيات هذه الآيات الأحكام التي عالجت أحكام الأمة فيها تشريع ما نزلت في مكة وإنما نزلت في ماذا؟ في المدينة يسألونك عن الخمر والميسر السؤال هدفين جاء في المدينة مجرش في مكة يسألونك عن الأهلة يسألونك عن المحير يسألونك ماذا أحل لهم يسألونك عن الروح يسألونك عن دي القرنين يستفتونك وهكذا الاستفتاءات والأسئلة جاءت في المدينة وهذا هو اللي يخصد داعي أيها الأحباب نحن الدعاة يجب علينا أن نعرف هذا الترتيب وهذا التدريج القرآني لما يجي واحد للمسجد أول مرة ما تجيش تقول لي أنت هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام وتبيل لي أحكام الإسلام كلها فهو لا يستطيع أن يتبق شيئا إنما يستطيع أن يتبق قدر استطاعته فهذا هو الذي فعله الرسول لأمة محمد علمهم وربهم وأدبهم لأنهم كانوا في جاهلية والتعليم والدعوة إلى الله يجب أن تكون تدريجيا أول شيء تقول الإنسان أترك الأصنام والأوتان وعبد الله وحده ثم تبيله بأن هناك عالم آخر البعث والحساب والجنة والنار وأن الإنسان يبعد ثم تأتي إحكام أخرى ولما نشوف هذا النوع من الدعوة أيها الأحباب كثير من الناس يعني نستطيع أن ندخلهم في الإسلام وأن نبين لهم دين الإسلام أما لما يجي واحد من نهاره للمسجد وتجيب لي الشريعة كلها الإسلام كله وتحطوله قدامه صعب جدا أيها الأحباب ولذلك هكذا كان القرآن نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم في ظرف ثلاثة وعشرين عام عليك من ينزلش مرة وحده ثلاثة وعشرين عام ليستطيع الناس أن يتحملوه وأن يعملوا به وأن يطبقوه في حياتهم وقال الله عز وجل لسيدنا محمد ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن وأحسن تفسير لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق يعني بالقرآن وأحسن تفسير إذن هنا عن الهجرة فيها تغيير في ماذا؟ في الموقع وليس تغييرا في الموقف ولذلك الناس قديما كان المجاو الدول الغربية يصير عليه رمضان يقولك رمضان واجه دار الفيزا باش يجي معي كان أن هذا الإسلام يعتقد بأن الإسلام هو في بلاد المسلمين فقط لا يجب أن تكون مسلم حيث ما حللت وحيث ما ارتحلت اتق الله حيث ما كنت في أي مكان حتى لو وصل المسلمون إلى القمر يجب أن يكون الإسلام مسلما هناك وأتبعي السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين تستغفروه إنه الغفور الرحيم بسم الله والحمد لله ويجب أن يجب أن يتساعد سلسل فى الوحيدة Pour pouvoir rendre les dépôts كامل من المجتمع المستوى كامل من عالك مكمة على النهاية يسرع علي يقدر لنا يساعدة لنا يساعد لنا ثاني قام بريد يسرعوي في من الثالثة يسرعوي يسرعوي لغمقز يسرعوي لغمقز يسرعبون قد أن تعالي في العنكز يسرعوي يسرعبون إaciaه ، لقد كانت جيدة على الله يكون يسرع به الله اخلصا الله الالك مالكزياجه ، يسرع عليها وقفة الله سبحانه وتعالى Y tanta استupр Et il n'a pas changé de voix Il n'a pas changé de parole Sa parole était toujours Il appelait toujours À l'unicité d'Allah Cette parole qu'il a prêchée à la Mecque C'est la même qu'il a prêchée à la Mecque Et il est resté toujours muwahid Toujours adorateur Unique d'Allah A la Mecque, les tribus plus ont proposé De changer son message D'arrêter Ils lui ont proposé plein de choses Les Qurayshs sont venus le voir Et lui ont dit Oh Mohamed Pourquoi tu n'adores qu'Allah Tu nous as fatigués Faisons un pacte Faisons un pacte entre nous Ils lui ont proposé un pacte Ils lui ont dit On adore ton Dieu une année Et l'autre année Nous adorons nos divinités Nos statuts Qu'a répondu le prophète Mes chers frères Mes chères sœurs Ils lui ont dit Si tu acceptes Tu vivras avec nous en paix En sérénité Et on partagera avec toi Nos richesses Mais le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ne décide pas de lui-même Il ne parle pas selon ses passions Mais il ne parle que par révélation Par inspiration du Très-Haut D'Allah Alors Allah Lui révéla Suratul Kafirun La surat Les mécréants Et qu'il lui adresse Il lui dit Oh Mohamed Dis leur Oh vous les mécréants Nous n'adorons pas Ce que vous adorez Je n'adore pas Comme dans la surat On va les lire rapidement Oh vous les infidèles Je n'adore pas Ce que vous adorez Et vous n'êtes pas Adorateur de ce que j'adore Je ne suis pas Adorateur De ce que vous adorez Et vous n'êtes pas Adorateur de ce que j'adore A vous votre religion A vous votre religion Et à moi Ma religion Subhanallah L'islam Nous demande beaucoup De facilité Et de facilité aux gens De pardonner D'être Masha'Allah De faciliter aux gens De pardonner aux gens D'être tolérant Avec les gens Mais il y a des choses Où il n'y a pas de concession Comme L'adoration D'Allah Subhanahu wa ta'ala On ne peut pas adorer Autre On ne peut pas adorer Autre qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Pour ça il n'y a pas de concession Même si les gens Nous demandent D'adorer autre qu'Allah Ça on ne peut pas accepter Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam N'a pas accepté Et Allah Subhanahu wa ta'ala Lui a demandé De ne pas accepter Et dans cette surat aussi Elle nous montre Que l'islam Il reconnaît les autres religions A vous votre religion Et il accepte les autres religions Il les reconnaît Mais simplement Il ne les suit pas C'est ça qui est demandé Subhanallah C'est ça qui est demandé De ne pas suivre Les autres religions Et encore Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il était prêt à rester Adorateur d'Allah Subhanahu wa ta'ala Même si toute l'humanité Même si tous les gens Tous les gens Ne voudraient pas le suivre Il serait prêt à rester Uniquement lui tout seul Adorateur d'Allah Subhanahu wa ta'ala Enfin son oncle Abou Talib Son oncle Abou Talib Qui le soutenait Qui le protégeait Les gens de Quraysh Les notables de Quraysh Sont venus le voir Et lui ont dit Oh Abou Talib Va voir ton neveu Car il nous a fatigués Il a divisé les gens Avec sa religion Alors Abou Talib Est venu voir son neveu Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Et lui dit Oh Mohamed Arrête ton message Les Quraysh M'envoient vers toi Qu'a répondu Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il lui a répondu Oh mon oncle Si on me met le soleil Dans ma main droite La lune Dans ma main gauche Je continuerai quand même A transmettre Cette religion A moins que je sois tué Voilà la conviction Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A continué à appeler Les gens A Allah A continué à appeler Les gens Et à la Mecque On a pu remarquer Qu'il appelait les gens Et qu'il prêchait les gens Sur deux choses Subhanallah Le principe Pendant 13 ans Qu'il est resté à la Mecque Il a appelé les gens Sur deux choses La première Il disait aux gens Oh gens Dites la ilaha illallah Et vous réussirez Regardez quand on lit Les versets du Coran Les versets Mais quoi La plupart La majorité De ces versets là Ils appellent A l'unicité d'Allah Ils appellent A le delà Ils appellent Au paradis Pendant ces 13 ans Le prophète Alayhi wa sallam Il appelle les gens Combien de versets du Coran Oh vous les gens Rappelez-vous Des bienfaits d'Allah C'est ce qu'il appelait Il appelait les gens De cette manière là Et le deuxième appel Qu'il faisait Il leur disait Oh vous les gens La résurrection Est vraie C'est à dire Quand les personnes Meurent Quand les personnes Seront mortes Ils seront ressuscités Et sortiront tous De leur tombe Pour être jugés Pourquoi il appelait Les gens à ça Parce que les arabes A cette époque là Ne croyaient pas En la résurrection Ils pensaient Qu'une fois Qu'ils quittaient ce monde C'était terminé pour eux Et il n'y avait plus de Il n'y avait plus de Il n'y avait plus de Vie après la mort Il n'y aurait pas De vie après la mort C'est pour cela Qu'une fois même Des hommes sont venus Voir le prophète Ils lui ont dit Il y a un verset du Coran Qui dit ça Qui rendra la vie Aux os Alors qu'ils sont Devenus poussières Ils sont venus Avec des eaux En poussière Des eaux usées Des eaux anciennes Et ils sont venus Ils sont venus voir Le prophète Ils lui ont dit Qui rendra Ces eaux Poussières En vie Qui les rendra La vie Alors qu'ils sont Devenus poussières Allah A répondu Il leur a dit Dis C'est Allah Qui leur redonnera La vie Comme il vous a donné La vie La première fois Qu'est-ce qui est plus difficile C'est de créer Une première fois Ou bien de créer A nouveau une seconde fois Pour nous les êtres humains C'est la première fois Qui est plus dure Que la deuxième Mais pour Allah Subhanahu wa ta'ala C'est très simple pour lui Pour Allah Subhanahu wa ta'ala Quand il veut une chose Il dit soi Et la chose elle devient Kun Faya kun Mes chers frères Mes chères sœurs Donc Allah Subhanahu wa ta'ala Il a envoyé le prophète Alayhi salatu wa salam Qui a prêché les gens A la Mecque Pendant 13 années Il les a appelés A l'unicité d'Allah Et il les a appelés A croire au jour du jugement A la résurrection Il ne les a pas appelés A faire des obligations Ou bien quand on regarde Il n'y a pas eu d'interdiction Les interdictions L'interdiction de l'alcool L'interdiction Des choses répréhensibles C'est quand il est arrivé A la Médine C'est quand les gens Ont été prêts Quand il a éduqué Les compagnons Quand il leur a enseigné Cette certitude En Allah Subhanahu wa ta'ala Tous ces décrets Toutes ces obligations Toutes ces interdictions Elles sont venues A la Médine Pas à la Mecque Donc ça c'est une sagesse Et ça c'est la voix Et l'agissement du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et ça c'est un exemple Pour nous aussi Celui qui veut appeler Les gens à Allah Celui qui veut faire Da'wah Avec sagesse Comme le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il doit fonctionner Comme cela Par étapes Quand une personne Vient de rentrer dans l'islam Ou a commencé à pratiquer Comme on le voit souvent Machallah dans la mosquée C'est pas la première des choses On lui dit Oh ça c'est haram Ça c'est haram Ça c'est interdit Ça c'est interdit Non Il faut lui enseigner L'éduquer Lui apprendre le bon comportement Donc la première des choses C'est l'appeler à Allah L'appeler à l'unicité d'Allah Subhanahu wa ta'ala Ensuite Lui appeler Au jour du jugement A lui parler du paradis De l'enfer De l'au-delà Ça c'est les étapes Et ensuite Lui évoquer les autres choses Une fois que cette personne là Elle est prête C'est pour cela que Subhanallah Le Coran Il a été révélé en continu Pendant les 23 années De la révélation Il n'a pas été descendu D'un seul coup C'est pas un livre Qui a été descendu En une fois Non Il a été descendu Tout au long de la révélation Tout au long de ces 23 années Pour quelle raison ? Pour que les gens Et pour que les compagnons Puissent supporter Les décrets d'Allah Subhanahu wa ta'ala Pour qu'ils soient prêts Qu'ils puissent être prêts A accepter les ordres D'Allah Subhanahu wa ta'ala Et ça s'applique aussi Pour nous de la même façon Mes chers frères Mes chères sœurs La certitude Dans Allah Subhanahu wa ta'ala Elle nous est demandé De se remettre A Allah Subhanahu wa ta'ala Dans chaque situation Et d'appeler les gens A l'unicité d'Allah A l'au-delà Au jour du jugement Et ensuite Les autres choses Bien sûr Et puis A l'unicité d'Ala A l'unicité d'Ala A l'unicité d'Ala A l'unicité d'Ala اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على ما تشاء قدير اللهم اجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه كينش ناس مرات المستشفى رجال ونساء قلوا الله يشفيهم إن شاء الله الله يشفي مرضى المسلمين كونوا المرضى ذي المسلمين وغير المسلمين اللهم اشفي مرضانا أو مرضى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا أرحم الرحمن اللهم توفنا مسلمين اللهم صلي أفضل صلاتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون سبحان ربك رب العزة عما ينصفون وسلام على المصالين والحمد لله تزاحموا ترحموا تزاحموا ترحموا اشتركوا في القناة شكرا شكرا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإن المغضوب عليهم ولا الضالين لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم الله أكبر يا الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 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 بسم الله السلام عليكم ورحمة الله